اشتركوا في القناة رسالتي إلى نشاطاء وسائل التواصل الاجتماعي ما في شك بأن العلاقة بين الإعلام الرسمي ووسائل التواصل علاقة مهمة في ظل ما يمر به العالم من ظرف استثنائي أعتقد التجربة أثبتت أن سموه للعهد لما راهن على وعي المجتمع كان عملكم واحد من العوامل الأساسية لكسف هذا الرهان وجودكم سند لنا ودوركم فاعل ومهم ما حد يختلف على أن دوركم اليوم ما يقل عن دور جميع الكوادر في مختلف المجالات أنتم اللي صد الإشاعة عبر نشر الأخبار الموثوقة والرسمية ما شفنا منكم تسابق على الخبر والظهور العلامي بقدر حرصكم على البحرين وهلها أنا أعتقد أن نكران الذات جزء من شخصية البحرين أمام وطنه سبقت الكل بالتطوع دفاعاً عن البحرين بالكلم الصادقة والخبر الموثوق والوعي الوطني أنا أعتقد بوجودكم البحرين ما تحتاج مكينة إعلامية للتحذير والتوعية أنتم قمتوا بدور وكنتم فاعل أكبر للتثقيف والتوعية ساهمتوا في هذه الأيام بروحكم الوطنية والإنسانية تعزيز وحدتنا الوطنية وحطيت البحرين فوق كل الاعتبار أنا كمواطن بحريني لكم مني جزيل الشكر والله يقدرنا وياكم على شرف خدمة البحرين في مختلف المواقف والظروف أكد لكم أن أحنا كمواطنين ومقيمين جزء فعال في فريق البحرين ويجب أن نسمو بهذا الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى عيده الله اشتركوا في القناة